صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأخير على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات طالت قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة والبيئة والتنمية المستدامة والإسكان والعمراني والاستصلاح التربي مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على البرنامج التعاقدي بين الدولة والشركة الوطنية الحفر والأبار استعرضه وعلق عليه وزير المياه والصرف الصحي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة تجديد هذا البرنامج التعاقدي مع الشركة الوطنية للحفر والأبار يوفر بعض المزايا للدولة لعل من أهمها أولا توفر كفاءات وطنية مرجعية في مجال حفر الآبار الأنبوبية وإنجازها في الوقت أثنين توفير معدات يمكن تعبئتها في أي وقت للتدخل وخاصة في المناطق البعيدة والوعرة والتي يرفض عادة القطاع الخاص تدخل فيها وإن قبل ذلك يكون دائما أو يتطلب أسعارا كبيرة ذالذا يوفر هذا البرنامج التعاقدي كذلك لقطاع المياه والصرف الصحي ضمانة لتنفيذ برنامجه السنوي الذي يتراوح أحيانا بين 140 إلى 150 بئر أنبوبية سنويا والبرنامج التعاقدي بين الشركة الوطنية الماء والدولة يوفر كل سنة إنجاز 100 بئر أنبوبية ومن جانبه علق وزير الصحة على البيان الخاص بالسياسة الصيدلانية الوطنية للفترة 2022-2026 هذا البيان ركز على تسجيل مكتسبات هذه السياسة الصيدلية أولا ثم تشخيص الاختلالات ثانيا ثم اقتراح التصيحات المناسبة ثانيا إذن البيان كان مفصلا على هذه المحاولة ثلاثة تسجيل المكتسبات التي حصلت بفعل السياسة الصيدلانية التي اعتمد لـ 990 ثم الاختلالات ثم التصيحات كما استعرض وزير الثروة الحيوانية وزير البيئة والتنمية المستدامة وكالة ملامحة ومرامية الحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية للموسم 2022-2023 كيف تعرفوا الحالة العامة الخريف هذه السنة كانت جيدة لله الحمد وشملت جميع ولايات الموريتانية الحمد لله وهذا مبشر بالخير يقير في نفس الوقت يطلب مزيد من الحيطة ومزيد من الحذر في المحافظة على هذه المراعي وهذه الموارد المهمة التي قيمتها في حالتنا حافظنا عليها تمكننا من الاستفادة من مياسر من الموارد كنا نقدروا نوجهوه والدولة بحاجله على سبيل المثال بعض المعلومات المتوفرة توحي على السنة الماضية كانت تقريبا المساحات التي تعرضت الحرائق تقدر ما بين 50 إلى 300 ألف هكتار من المراعي وهذا قيمته المالية بالمقارنة بالأعلاف قيمته ما يتعلق بقيمة الأعلاف يقدر زيادة على 700 مليون وقية هذه موارد هامة وهائلة وقد يتم تفادي الوقوع في مثل هذه الحالات لا يتم التفادي بالوقوع في هذه الحالات عن طريق الاهتمام بشكل مبكر وهو اللي أعدلت الحكومة هو اللي أقدم هذا البيان بشكل مبكر لكن تنقبض الإجراءات الكفيلة من أجل تلافي وتداوك هذه الوضعيات التي تكاد تكون سنويا تشمل ياسر من الولايات الرحاوية التي تقريبا السبعة التي هي مناطق الحوضين والعصابة وبدوره استعرض وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي مشروع المرسوم المتضمن المصادقة على مخطط تقطيع مدينة تنبدغة هنا انتهز ورصة نحيي سكان تنبدغة نقول لهم كما تعهد وخامة رئيس الجمهورية أن ذاك العهد الذي هو عهد في عناق نحن كحكومة لأنه بدأ يرى النور والقصة تعود لـ 2021 لما كان زخامة في زيارة لمدينة تنبدغة وكان مطلب أساسي عن سكان المدينة على أن يتم تنفيذ مخطط للمدينة السماء الأساسي لهذا المخطط العمراني جديد في مدينة تنبدغة لأنه يعيد هيكلة الأحياء الموجودة في المدينة ويخلق منطقة توسعة التي تعود كافية لتقدم وزياد عدد سكان المدينة توسعة جديدة تقريبا فيها درعود 5000 قطع أرضية توجد غالبا في الناحية الجنوب الغربية من المدينة وفي الناحية الشمالية الشرقية من المدينة ومن بين ردود وزير التجيز والنقل الناطق باسم الحكومة رده على سؤال متعلق بالعلاقات الموريتانية الجزائرية العلاقات الجزائرية الموريتانية علاقات طيبة علاقات بين بلدين أخوين وتتجهست يوما بعد يوم انطلاقا من إرادة فخامة رئيس الجمهوري السيد محمد الشيخ القصباني وأخيه وزميله السيد عبد المجيد تبون وبخصوص مقتل مناقبين الموريتانيين على الحدود الشمالية للبلاد رد الناطق باسم الحكومة بما يخص الموريتانيين التي توفعوا نحن كحكومة مستعين كلستية من كل ما يمس مصلحة الموريتانيين أينما كان وأحرى فقدان الحياة هذه المناسبة نتهزوها من أجل أن نعزوا لو يضحاها ونتمنى والشفاء العاجل للمصابين وأذكر هون المواطنين الفاعلين في مجال التنقيب الأهلي بالالتزام وباحترام التوصيات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية وخصوص هذه التعليمات أنهم يلتزموا بضرورة ممارسة نشاطاتهم داخل الأرض الموريتاني وحول موقف بلادنا من قضية الصحراء الغربية أرد الناطق باسم الحكومة فيما يخص موقفنا من الصحراء القربية نختار نذكر هون بالمبادئ الأساسية الموقف موريتانيا من قضية الصحراء أنه موقف معروف منذ 1979 وهذا الموقف يتجسد في الحياد الإيجابي والحياد الإيجابي بالنسبة للحكومة الموريتانية عنده أذلت ركائز أساسية الركيزة الأولى هي أن الحكومة الموريتانية ملتزمة باحترام جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصيلة بهذا الموضوع الركيزة الثانية هي أن أن الحرص وكل الحرص والعمل المستمير في أن تكون علاقاتنا متميزة الثنائية ممتازة ومتميزة مع كل الأطراف والنقطة الثالثة لأن الموريتان لها الاستعداد التام وإرادة صادقة لكل ما من شأنه أن يساهم في إيجاد حل سلمي للقضية ويجعلنا جزء من الحل لا جزء من المشكلة ترجمة نانسي قنقر